قال ايه الكيلو منها بربعمائة جنيه طب اقل من ربع مفروم وبطاطساية كبيرة مفشورة هنعمل الازة اكلة هتعجب اولادك وقسرتك جدا جدا تعالوا بس نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل السلام ونبدأ فيديو النهاردة وصفة النهاردة كمان تقدر يتدخليها في تفرزات رمضان كل سنة وانتو طيبين وبخير يا رب وكمان تقدر يتحفظيها عندك من ضمن الوصفات الموفرة اول حاجة كده معايا اقل من ربع مفروم بشرت عليه بطاطساية كبيرة وطبعا لازم قبل ما احطها على اللحمة لازم اعصرها كويس جدا علشان انزل كل السوائل اللي موجودة فيها اساسي يا جماعة الخطوة دي علشان اللحمة او الوصفة ما تفكش منك تمام بعد كده بشرت كمان بصلايا وسط زي ما انتو شايفين كده وحعصرها برضو وحنزل كل السوائل اللي موجودة فيها وحضفها على اللحمة والبطاطس ادمجي بقى كل المكونات مع بعض كده علشان اللحمة تسمغ وتبقى عجينة واحدة معيك عايز اقولكو يا جماعة الوصفة دي في منتهى اللازازة وفي منتهى الجمال كربوها وحا تدعولي ان شاء الله معايا كده باكو صغير من الفيجيتار يعني بمقام معلقتين مليانين كبار من الفيجيتار حضيف عليهم معلقة صغيرة من الفلفل الاصمر وحكتفي بكل المكونات الموجودة في الفيجيتار اللي هي التوابل بقى والملح محطوط عليه كل حاجة فحضيف بس معلقة صغيرة كده من الفلفل الاصمر لو بقى ما عنديكيش فيجيتار وحبة تستبدليه بالبقسمات المطحون حطي بقى معلقتين مليانين من البقسمات المطحون بس طبعا حضيفي بقى التوابل بتاعتك لان البقسمات معلهوش لملح ولا توابل حضيفي بقى نص معلقة من الملح زائد معلقة صغيرة من الفلفل الاصمر معلقة صغيرة من الطم بودر والبصل بودر حضيفي كمان معلقة صغيرة من السبع بوهرات يعني هتزبطي الوصفة كده المهم الخطوة دي مهمة جدا يا جماعة ان انت تفضلي تعجيني في العجينة كده لغاية لما تسمغ معاكي وتبقى حتة واحدة او عجينة واحدة وتبقى مفتلة كده معاكي شفتوها والقطعة كده تبقى متمسكة خلاص هبتدي بقى اشكلها هستخدم بقى هنا الكيس في التشكيل بصراحة بيبقى سهل جدا وبتعرفي تتحكمي في شكل القطعة كده وانت بتشكليها من غير بقى ما توسخي ايدك تمام؟ شكليها بقى على شكل كده قطعة بوفتيك وانا عملها كبيرة ما شاء الله علشان تبقى مشبعة شايفين حجمها؟ يعني حجمها كبير وعشان يبقى مشبعة كمان تقللي في الحجم وتعمليها بعدد اكبر من اللي انا عملته هقولكو كمان القطعة بتاعة اللحمة الصغيرة اللي انتو شفتوها في بداية الفيديو دي هتقطع معايا كام قطعة بوفتيك زي ما قلتلكو تقدروا تعملوها في تفرزات رمضان وتقدروا كمان تحفظوها من ضمن الوصفات الموفرة والله يا جماعة هتعجبكو جدا وهتعجب اولادكم وطعمها خطير مش عشان انت حط عليها بقى بطاطس حيبقى طعمها وحش بالعكس والله طعمها طحفة جربي بس وانت مش هتندمي وبعدين انت حتجربي كمان في اقل من ربع لحمة مفرومة فاهمين؟ يعني الكمية اللي انت استخدمتيها كمية صغيرة جدا ما تتخيليش ابدا انها تطلع العدد ده من قطع البوفتيك كمان لو لاحظته بود القطع يمين وشمال في ايدي مش بتتقطع ولا شكلها بيتغير يعني متماسكة زي ما قلتلكو اهم حاجة نقطة العجن دي يا جماعة لازم تعجنوها كويس جدا لغاية لما تسمغ معاكو وتبقى قطعة واحدة وفي نفس الوقت هتبقى متماسكة معاكو بالشكل دو انا كده فردت 3 قطع تعالوا بقى نشوف الباقي حيقطع لنا كم قطعة بوفتيك بصوا ما شاء الله 8 قطع بوفتيك من اقل من ربع مفروم لو وصلتي معايا للنقطة دي من الفيديو ما تنسيش لو عجبك فيديو النهاردة اعملي لايك واشتراك في القناة وفعلي زر الجرس علشان يصلك كل جديد انا قناة مطبخ شايماء عبدالغني بقدم وصفات طبخة وحلويات اقتصادية اتمنى انها تعجبكو بصوا بقى انتو شايفين قد ايه القطع متمسكة يعني انا ممكن اشتغل فيها على طول دلوقتي حالا بس عشان يبقى فيه مصداقية اكتر وان فيه منكم ممكن يحفظها في الفريزر او يفرزها علشان شهر رمضان المبارك فانا كمان حفرزها لمدة 24 ساعة في الفريزر وبعد كده هطلعها عشان اعملها معاكم تقدري بقى تحفظيها بطريقة اللي تريحك يعني مثلا شليها كده كل اربعة في طبق فوم او كلهم مع بعض في طبق واحد المهم يكون بين كل قطع والتانية كيس بلاستيك علشان متلزقش في بعض ده شكلهم بعد ما خرجتهم من الفريزر بعد يوم كامل او 24 ساعة في الفريزر زي ما انتو شايفين كده بتقدري تفصليهم بكل سهولة طول ما فيه كيس بلاستيك في النص كده كمان هيبقى افضلك واسهلك تقدري تتعاملي مع القطعة بكل سهولة وتقدري تقليها بكل سهولة هتخرجيها من الفريزر على طول على الالية تعالوا بقى نحضر الكفر الخارجي للبوفتيك اول حاجة كده هضيف معايا بيضة بالشكل دوت وهحط عليها معلقتين من اللبن وهحط كمان معلقة صغيرة من الفلفل الاصمر وهرش بس رشة ملح بسيطة خالص وهقلب بقى كويس جدا لغاية لما البيت بتاعي يختفي هجهز بقى الدقيق عايزة بقى اقولكو على حاجة انا بالنسبالي عايزة الكفر الخارجي يكون خفيف تمام فهنزله مرة واحدة في البيت وبعد كده هحطه في الدقيق تعالوا بس اقولكو خلطة الدقيق عبارة عن معلقتين كبار كده او ربع كباية من الدقيق عليهم معلقة كبيرة مليانة من النشا عليهم معلقة او معلقة ونص من الفيجيتار بس كده هي دي الخلطة بتاعتي بتاعت الدقيق اللي انا حستعملها وزي ما قلتلكو انا حامل كفر خفيف فحنزل مرة واحدة في البيت وبعد كده في الدقيق لو انت بقى عايزة الكفر الخارجي يبقى سميك شوية انزلي في البيت وبعدين اتزقيق وبعدين قرر الموضوع مرة تانية هيبقى معاكي كفر سميك خلاص كده انا هخلص كل الكمية بنفس الطريقة وحرصها في الصينية كده عشان اجهزها على الالي على طول الاسعار بقت نار عارفين دلوقتي الكيلو الواحد من البوفتيك وصل كم وصل ربعمية وفي كمان اماكن بربعمية وخمسين يعني الاسعار عمالت زيت فلازم ندبر ونوفر وفي نفس الوقت ما نحرمش نفسنا ولا نحرم اولادنا خلاص كده انا خلصت كل الكمية بنفس الطريقة يلا بينا بقى على الالي على طول بتسخن الزيت بالشكل دوت واول ما بتنزلي قطع البوفتيك بتهدي النار وتبتدي بقى ترصي كده قطع البوفتيك بتاعتك واول ما تاخد لون دهب جميل كده من تحت هتبتدي برضو تقلي بيهم على الناحية التانية لغاية لما يستوه بالشكل اللي انتو شايفينه دوت وخلاص كده بيبقى الموضوع سهل وبسيط تقدر تجهزيك قبل الغدى او قبل الفطار بحوالي نص ساعة مش هياخد منك وقته خالص ده شكل الكمية بتاعتي بعد ما قالتها شايفين قد ايه لونها دهب جميل واخد كوفر في منتهى الجمال وزي ما قلتلكم انا بحب الكوفر بتاعها يبقى خفيف مايبقاش كوفر تساميك قوي فشايفين قد ايه جميلة وقد ايه تحفة يا جماعة ريحتها في منتهى الجمال وكمان طعمها احلى من ريحتها تعالوا كمان افتح لكم واحدة شايفين قد ايه من جوه بتقطم كده ولذيزة وجميلة وكمان انت لو مش حب البطاطس تبقى ظاهرة كده ابشريها بالعين الصغيرة بتاعت المبشرة هتطلع اصغر من كده ومش هتبان معاك جهزت بقى شوية بطاطس محمرة كده على شوية مكارونا وقلت حط في النص كده البفتيك بالشكل دو اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكو اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد من مطبخي انا مطبخ شاميق عبدالغاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته